السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن اكتر موضوع شيق وغامض. العالم كله عجز عن تفسيره. وهي غابة الامواد او غابة او كي جهارة باليابان. تعالوا نروح بسرعة هنتعرق على الغابة الاول وبعدين نشوف الاكتهادات اه بتاعة العلماء لتفسير الظاهر الغريبة اللي بيحصل في الغابة. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. غابة المود بتقع في اليابان عند سفحة جبل فوجي المقدس. اسمها معناه بحر الاشجار. لان هي مليانة بالكتير قوي من الاشجار الضخمة. متدخلة الفروع والاخصان. فاتحولت تلك الاشجار لما ظل ضخمة تحجب الشمس عن الجانب السفلي منها. فاصبح القاع معتما ومظلم لشبه المقابر. غابة الموت مفتوحة لكل زوار العالم. بس محدش فيهم يقدر يدخل اكتر من كيلو متر واحد. وشهد اغلب الزوار انهم سموا اصوات صرخات وانين خارجة من الغابة. طول ما هما بيمشوا فيها اكتر واكتر. وكمان تكررت حوادث الاختفاء لعديد من السائحين ولم يتم الهصور عليهم ابدا. كمان اليابانيين بيقولوا ان الغابة دي بقت ملاز لاي حد عايز ينتحر. وان بعض الناس بيقطعوا مئات الاميال بسيارتهم من اجل ان يشنقوا انفسهم على جزع شجرة في الغابة الموحشة دي. وتفضل جساسهم متعلقة على الاخصان لحد ما تعفن او يكتشفها احد الصدر. وممكن محدش يكتشفها خالص. كمان بتخرج من الغابة المظلمة دي رائحة الموت. من كل مكان فهي اشبه بالاماكن المرعبة اللي بنشوفها في الافلام. بس اكتر حاجة خلتها بالرعب ده. مش الضلمة الدائمة والبرودة القاسية. لا. بسبب الاساطير والقسس الحقيقية التي ارتبطت بها. وفدت محفورة في زهن ووجدان المجتمع الياباني حتى الان. بيقولك بقى لدارة المسؤولة عن الغابة بتجبر الموظفين من حراس الغابة على المبيت ليلة كاملة مع الجسس التي يتم الوصور عليها في خيمة خشباء. وهنا بيرفض العديد منهم تلك المهمة المرعبة. ولكن بيتم الموضوع في النهاية بيجراء كرعة. ومن يخسرها يكون هو الشخص المنحوص للمبيت مع الجسس. تفسير التقس ده ايه? اه? ان التقس ده بيعود جزوره الى قصص ومعتقدات يابانية قديمة. فاليابانيون بيؤمنوا بان الارواح لابد ان يتم تقديم وفر الاحترام والتقدير له. حاشة تقام جنازة لائقة لمن مات ويظل اهل بيته يقدمون لانفسهم التعازي عقب انهاء اجراءات الدفن. اما بقى لو مات شخص مقتول او منتحر. ولم يتم عمل التقوس اللازمة الاحترام وعقب الاصور على جسده. فان روحه تتحول الى يوري. اي روح غاضبة شريرة تنتقل ممن حولها. عشان كده لازم حدي يبيت معاها حتى تتحرر الروح من البرزخ اللي هي فيه. وتنتقل الى اجدادها في الحياة الاخرى ولا تقذي اي شخص اخر. في النهاية بقى تفسير اللي بيحصل في الغابة من اصوات وبرد وميول انتحارية هو هو ايه? يقولك ان الشعب الياباني بيقول ان كان فيه زمان تقوس تمت ممارستها في تلك الغابة المظلمة منذ قديم الازل. ولكنها كانت تقوس مؤلمة وقصية للغاية. حتى ان صراخ تحاياها ما زال ينطلب في المكان ويملق. كان اليمنيون في الماضي يمارسون تقوس واسمها الابستي. ومعناها القاء كبار السن والمرضى والضعفاء من عائلاتهم الى داخل الغابة المظلمة والمحشة. ليموتوا ببطء جواها. وكان ذلك في فترة المجاعات مما مكن العديد من الاسر اطعام عدد اشخاص اقل في تلك النكبات. للاسف الموضوع ممرش بدون رد فعل. فقد كان هؤلاء المساكين يموتون خوفا وجوعا ورعبا وقالما. فكان منهم من يتخلص حياته شنقا على جزع شجرة. فامتلأ المكان بارواحها اولاء الابرياء الذين ماتوا غضبا وظلما. ورواك كثير من اليابانيين ان من يقع حظه العاصر. وازهب لتلك الغابة المشؤومة لا يعود منها ابدا. فالارواح العلقة فيها بتنتقم من جنال جميع دون ان تفرق بين مزنب وبريء. دي كانت كل المعلومات اللي موجودة حاليا عن غابة الاوكي جهارة باليابان او غابة الاموات. ياريت لو الفيديو عجبك ياريت تضغط زر لايك وتعمل سبسكرايب ان احنا ان شاء الله كل يوم هننزل اماكن وقصص مرعبة حوالين العالم يعجز العالم عن تفسيره. كان معكم احمد والسلام عليكم ورحمة الله. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر